ردود فعل غير مسبوقة على هذه المبادرة دعم الصناعة هيزيد أنا بقول حضراتكم بعض العنوين دعم الصناعة هتزود الصدرات وهتعزز الاستثمار كمان مبادرات المركزي دفعة لزيادة الصدرات والاستثمار الصناعي مبادرة البنك المركزي بتخاطب القوى الضربة والتنعش السوق بخمسين مليار جنيه ومبادرة دعم الصناعة هتزود الصادرات أيضا والرهان الأكبر على التصديش هو ده الرهان اللي جاي كل من هو معني بمسألة هذه المبادرة والصناعة تحديدا قال رأيه وقال كلامه في هذه المبادرة مبادرة في غاية الأهمية وردود فعل من جميع الأطراف غير مسبوقة نقدر نقول إنه عودة الحياة مرة أخرى للصناعة المصرية ولكن دايما بقول الرهان الأكبر على التصدير نهاردة هنعرف أهمية هذه المبادرة بالنسبة لقطاع الصناعة وأيضا للتطوير العقاري وهنعرف إيه هي وإيه أهمية حل مشكلات المصانع المتعسرة في زيادة توفير فرص عمل بتتكلم لما هتحل مشاكل هذه المصانع بتكلم على إنتاج بتكلم على الرهان الأكبر اللي قلت لحضراتكو عليه وهو التصدير بعد الفاصل إن شاء الله حيشرفني وحيكون معايا وهنستارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري بتحاد الصناعات وأيضا حيشرفني دكتور محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار بالتحاد الصناعات عضو مجلس الإدارة كلام كتير هيتقال في هذا المجال لأنه بتتكلم على صناعة بتتكلم على حياة تتكلم على مكان بيدور لما مكان بيدور يعني ناس بتشتغل يعني صنع في مصر بيتسع أكتر يعني التصدير برق مصر وده في غاية الأهمية لما السوق الخارجي الصناع المصريين لو عندهم مشاكل ما بيكونش موجودين في السوق الخارجي على طول بتلاقي البديل موجود في الخارج وبياخد موقع ومكان المنتج المصري ده إحنا مش عايزينه يحصل خالص أخبار بكرة بتقول لحضراتكو إيه اليوم السابع بين إيد حضراتكو بكرة بيقول الرئيس السيسي النهاردة يشيد بإنجازات الأبطال ويوجه بتوفير الإمكانات اللازمة المكرمون نشعر بالفخر التكريم حافز إضافي لرفع اسمه مصر عاليا في المحافل الرياضية أيضا من اليوم السابع انطلاقة جديدة للمعاشات والتأمنات الاجتماعية في يناير ده خبر في غاية الأهمية وأنا شخصية الناس كتيرة قوي كانت سواء بتتواصل معي على التليفون أو والله كانت توقفني في الشارع كده وتتكلم معي فيما يتعلق بمسألة المعاشات الخبر الرائع بدء تطبيق القانون الموحد لزيادة المعاشات وربط الزيادة بالتضخم ده كان من مطالب ناس كتيرة قوي كان يقولك انه انت النهاردة لما بتتكلم على زيادات لازم ده يبقى لي علاقة بحاجة لو بنتكلم على الراتب ناس كتيرة كان رأيها انه الراتب يبقى لي علاقة بالإنتاج بتكلم على الراتب يبقى لي علاقة بالتضخم أو المعاش بدء تطبيق القانون الموحد لزيادة المعاشات وربط الزيادة بالتضخم وزير المالية بيقول أمنا بتحويل 67 مليار جنيه لسندي المعاشات خلال خمس شهور أيضا من اليوم السابع أمين عام أبك لليوم السابع صرحوا بيقول مصر مؤهلة لقائمة الكبار في مجال تصدير الغاز مناسبة مجال لتصدير الغاز والخبر اللي يا رب ان شاء الله مصر كده تبقى في قوائم الكبار وفي قائمة الكبار في تصدير الغاز مناسبة الحلقة اللي احنا عن نقشها النهاردة في صناعات كتيرة أيمة على الغاز المصانع اللي أساس شغلها أيمة على الغاز عندهم مشاكل كتيرة بتوجههم دلوقتي مشاكل وجهتهم من أيام الإخوان السنة دي الله لا يعود فمحتاجين برضو أنه يحصل نظرة من رئيس الحكومة للصناع اللي مصانعهم ليعلاقة بالغاز بدل ما تتقفل هذه المصانع بتكلم فيه توفير فرص عمل بتكلم في بيوت مفتوحة بتكلم فيه الحفاظ على اسم مصر بتكلم فيه أيضا المكان اللي موجود في الخارج للتصدير مش عايزين خالص ندي فرصة لأي بلد تانية أو أي منتج غير مصري ياخد هذه المكانة المصرية اللي قعدت سنين كتيرة لغاية ما حطت رجليها في الخارج كتير